اشتركوا في القناة وقلنا هذا معنى جميل اختار الاعقل والاعلم والاحكم والاقدر على كتمان السر ثم القرآن يذكر ان يريد اصلاحا ضرورة الاخلاص وان نجعل الاصلاح هو الهدف الاول والهدف الثاني والهدف الدائم لان ما بين الزوجين اعظم والمشاكل التي تحصل بين الازواج دائما مثل المشاكل التي تحصل بين الاطفال يتشاجر ثم يتصالح بعد قليل ولذلك من المهم في مشاكل الازواج ان نصطحف هذه المعاني فهي تخاصم زوجها لكنها تحبه ويخاصمها لكنه يحبها بينهما عشرة بينهما عمر بينهما ربما اطفال وعيال ولذلك الشريعة ميالة الى هذا قلنا تريد للمشاكل ان تكون خلف الجدران تريد ان تحل داخل البيوت فاذا خرجت الى القاضي اراد ان يستر عليها ارجعها المربع الاول فيبعث حكما من اهله وحكما من اهلها ويدعوهم الى محاولات الاصلاح بين الطرفين هذا كما قلنا ما فعله عثمان بن عفان عندما بعث معاوية رضي الله عنه وارضاه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاهما ليكون حكمين بين عقيل بن ابي طالب وزوجه فاطمة بنت عذبة رضي الله عن الجميع وارضاهما قلنا اثناء الحوار قال ابن عباس لأفرقن بينهما قال معاوي والله ما كنت لأفرق بين شيخين كبيرين من بني عبد مناف ثم انطلق كل من معاوية وابن عباس رضي الله عنهما لأداء المهمة التي كلفهما بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وعثمان بن عفان نموزج للزوج الناجح الذي فاذ ببنتين من بنات النبي عليه الصلاة الله وسلامه بل قاله النبي لو ان عندنا ثالثة لزوجناك رضي الله عنه وارضاه وكان اروع نموزج في الحياة الاسرية من اروع النمازج كما كانت قريش تقول احسن زوجين رأى انسان رقي وزوجها عثمان رضي الله عنه وارضاه ولهم واقف جميلة في الاصلاح من ذلك انه جاءتهم رأى غاضبة من زوجها ورفضت ان تستمع لكلامه وان تعود الى بيتها فقر عثمان ان يحجزها ليلة بعيدا عن اطفالها وعن زوجها وهذا من المعاني التي اشرنا اليها وفي الصباح سألها كيف بنت قالت بنت بخير ليلة فدعا زوجها وعظه واشتد عليه لان هذا يبين انها كانت تعاني منه الويلات وويل ثم ويل لمن يظلم الزوجة او يخضم حقها لانه يخالف وصية النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا ويضع نفسه تحت دائرة تهديد النبوي وحرج حق الضعيفين اليتيمة والمرأة ولذلك ينبغى ان يتقن انسان ربه في اهله في هذه العوان الاسيرة التي جعلها الله تبارك وتعالى تحت يدك ايها الرجل يا من جعل الله القوامة بيدك عليك ان تتقن لها في اهلك نعود الى قصتنا قلنا هذا قال لن افرق بين شيخين كبيرين من بعد من بني عبد مناف وهنا رسالة مهمة وهو ان عند المشكلات ينبغي ان نصطحب الملفات القديمة الحسنات القديمة القواسم المشتركة ما يجمع الناس الايجابيات لان استحضار هذه الاشياء مما يهيئ النفوس للصلح مما يهيئ النفوس لقبول التوجيه والارشاد بعد ذلك تحرك كل من معاوية كما قلنا ابن عباس فلما وصل الى بيت عقيل ابن ابي طالب وجدوا يعني من الخارج رائحة البخور والعطور والضحكات والسرور والحبور فرجعا رضي الله عنهما وارضاهما وهذه ايضا اشارة جديدة تفيد بان الاسلام وان منهج القرآن ان لا نحرص على التدخل في المشاكل وتنبيش هذه المشاكل لان خروجها لان النقاش حولها لان هذا يضخمها فالمشكلة دائما عندما ننجح في ان نحصرها في المربع الاول وكما قلنا المشاكل بين الازواج كالمشاكل بين الاطفال سرعان ما يعود الى لعبهم وضحكهم وبهجتهم وتستمر الحياة فقط نحن نشجع الاصلاح بينهم نشجع هذا المعنى العظيم وهنا اشارات لطيفة جدا من ذلك ان النبي عليه الصلاة الله وسلام لما سمع انه حدث بين فاطمة الزهراء وبين علي رضي الله عنهما وارضهما خلافه ذهب الى ابنته وريحانته التي وبضعت منه عليه صلاة الله وسلامه فعند ذلك قال لها اين ابن عمك والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير القواسم المشتركة كان يقول اين ابن عمك واخوك في الاسلام ابو عيالك وزوجك يعني هذه قواسم مشتركة لا بد ان تتذكرها الزوج ويتذكرها الزوجة وعلينا ان نذكرهم بها دائما قالت خرج من عندي مغاضبا وراحظوا رغم حب النبي صلى الله عليه وسلم للزهراء لم يسألها لماذا اغضبك كيف يغضبك انا لن اتركه كما يفعل بعض الجهلة ولكن اين ابن عمك قال ذهب من عندي مغاضبا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في البحث عن علي رضي الله عنه حتى وجد في المسجد نام والتصغ التراب على عاتغي فكان النبي يمسح بيدي شريفة ممازحا ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب وكان هذا اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم من والد الزوجة كافيا في حل الاشكال وهذا معنى من الاهمية بمكان لان هناك تدخلات سالبة من اهل الزوجة او من اهل الزوجة تخرب على الزوجين والاسلام حريص على استمرار الحياة بين الزوجين هذه اللمسات كانت كافية والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يسأل علي ماذا عندك مع فاطمة لماذا انت مختلف لماذا انت غاضب معها لا تعرف انها بنتي لا تعرف اني لا ارضى يعني مثل هذا الكلام لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل علي ولم يسأل فاطمة عن سبب الشقاغ لان هذا من طبيعة الاشياء والاحياء ان يحدث بعض الاحتكاق وهذا الاحتكاق وهذا الاشكال اذا احسن التعامل معه مما يعمق اواصر الحياة الزوجية لان المشكلات الزوجية لها فوائد احسن ادارتها واحتواءها والتفنن في حلها وحسن يعني التعامل معها وحصرها في اطارها الزماني والمكاني ويعطاها ما تستحق من حجم الاهتمام هذا يجعل مسكلة المحنة تتحول الى منحة وكان ايضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه غير ميال للتدخل ومن ذلك ان الزهرة جاءت تشكو علي وقررت ان تشكو علي الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علي يتبعها سبقته الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع علي النبي يقول انه علي وانه كذا يذكرها بمناقبه وهذه وصية لاباء البنات اذا جاءت البنت غاضبة من زوجها ينبغى ان يذكرها بفضائله وجمائله ومناقبه لان المرأة عند المشاكل لا ترى هذا والمرأة عند المشاكل لا ترى الا تحت قدميها الا المشكلة التي تعيش فيها ولكن تحتاج الى من يذكرها بمناقب الزوج وفضائل حياة الزوجية وما فيه من نعم فلما سمع علي رضي الله عنه رجح وقال لا جرم لا اخاصبها بعد اليوم ابدا وهذا دليل على عظمة هذا الصحاب وفقه فان الرجل اذا عرف ان اهله يكرموه ويحرضوا بنتهم على طاعته والاستماع اليه سيكون لبنتهم اطوى لها من البنان وانفع لها من كل انسان وهذا ما حصل من علي رضي الله عنه ارضاه وسنجد مثل هذا عندما جاءت اسماء تشكو الزبيرة لوالدها الصديق رضي الله عنه ارضاه رد عليها بان كلمه عن مناقبه وانه حوالي النبي صلى الله عليه وسلم وانه وانه فرضيت اسماء ثم رجعت رضي الله عنها وارضاها اذا نحن بحاجة الى ان نستحضر هذه المعاني ومضى معنا ان الحكمين ان علي رضي الله عنه ان ابن عباس رضي الله عنه ومعاوية لما وصل الى البيت فوجد الحضور والعطور والسرور والضحكات رجع ان هذا هو الهدف نحن جئنا للاصلاح والحمد لله الامور عادت الى صوابها ونصابها فلا مجالب على ذلك التنبيش وتذكير به يعني المشكلات التي حصلت بينهم لان ذلك قد يثير مرة اخرى المشكلات اكدنا ان هذا يدل على حرص الشريعة على عدم التدخل فنحن في عافية كبيرة ما لم نتدخل بين الزوجين وان تدخلنا فينبغى ان تكون لنا النظرة البعيدة العميقة ندخل بنية صالحة ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما وهذا ما يريده هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به وان فشل الحكمين ولم يكن هناك مجال الحل فان الشريعة بواقعيتها يأتي قوى الله ان يتفرق يغني الله كل من سعاته وكان الله واسعا حكيما وهذا ايضا من المعاني المهمة التي اشار اليها القرآن فقد نصل الى الاصلاح وقد لا نصل اذا لم نصل واقتنعنا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية عند ذلك ينبغى ان يكون فراقا ناجحا فراق باحسان طلاق ناجح وهذا الطلاق الناجح له قواعد والعظيم يفتح ابواب الامل فكم الرجل طلق امرأته وتزوج وسعد وتزوجت وسعدت لكن المعاني الايمانية التي اجتمعنا امساك بمعروف او تفريق باحسان هذه المعاني التي ينبغى ان يستحضرها الانسان ولن ينجح في ذلك الا اذا اصطحب منهج القرآن الذي يجعل العلاقة الزوجية عبادة من العبادات وطاع لرب العرض والسماوات نساء الله ان يفقهنا في الدين وان يلهمنا رشدنا وان يعيدنا من شرور انفسنا وانا الملتقى في حلقات اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته